السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية كما نعلم تبييد الوجه وتفتيح لون البشرة وكذلك التخلص من الإصمرار الناتج عن أشعة الشمس الحارقة كذلك الكلف التصبغات بالوجه مهما كان سببها هو موضوع فيديو اليوم بخلطة أقل ما يقال عنها أنها رائعة وليس لها مثيل فهي بديلة المستحضرات التجميلية الغالية التمن لتبييد البشرة والتخلص من التجاعيد لكن بعد التعرف على مكونات هذه الوصفة لن تفكروا بعد اليوم في هضر المال في هذه المستحضرات فهذه الخلطة تصلح لجميع أنواع البشرة كيفما كانت بشرتكم سواء كانت جافة أو عادية أو دهنية أو مختلطة كذلك فهذه الخلطة قد تلائم النساء اللواتي يعانين من بشرة حساسة كذلك خلطة تفتيح الوجه وتبييد البشرة والتخلص من الإصمرار والكلف سواء كان الكلف الناتج عن التعرض عن أشعة الشمس أو الناتج عن التغيرات الهرمونية في فترة الحمل أو الرداع خلطة اليوم هي رائعة لتصفية البشرة كما أنها تغديها بعمق وبالتالي تعمل على إزالة التجاعيد المبكرة تقيكم من التجاعيد بمعنى إذا كنتم بعمر الثلاثينات ولم تظهر لكم التجاعيد بعد عملكم لهذه الوصفة فبهذه الوصفة إن شاء الله سوف تتأخرون بالظهور يعني سوف تتأخر التجاعيد أما إذا كانت التجاعيد فبهذه الخلطة إن شاء الله ستختفي التجاعيد أو سوف تخف على الأقل لأنها هي وصفة رائعة جدا لشد البشرة وسوف تخلصكم من التجاعيد لذلك فهي تعتبر خلطة رائعة جدا وكذلك تعمل على تبيض البشرة وشد الوجه أيضا في آن واحد إذن خلطة تبيض الوجه التي سوف أقدمها لكم اليوم تعتمد على أربع مكونات متواجدة في كل بيت بإذن الله سهلة جدا فقد تابعوا معي المراحل للأخير لكي نطبقها بالطريقة الصحيحة ونستفيد منها سنحتاج في خلطة تبيض الوجه والتخلص من الكلف والتصبغات إلى الكوركم فالكوركم يستخدم في أقنعة التجميل خصوصا بآسيا منذ قرون عدة وهو معروف جدا في تقاليد الزواج الهندية والصينية أيضا يعد جزء مهم من العادات للعرائس فهو يترك البشرة بيضاء ورائعة الكوركم أيضا فعال جدا في التخلص من حب الشباب والأكزيما فهو يخفف الالتهاب والإحمرار يعزز أيضا شفاء الجلد وله أيضا خصائص مضادة للأكسدة فهو يجدد شباب البشرة كما أنه يناعم البشرة وبالخصوص للسيدات اللواتي يعانون من بشرة جافة ومتقشرة وزيادة على كل هذا فالكوركم يقوم بتبييد الوجه وتفتيح لون البشرة بسرعة كما أنه يعالج الكلف والتصبغات بالجسم بشكل عام سنحتاج كذلك في خلطة تفتيح البشرة والتخلص من الكلف والتصبغات إلى مطحون الشوفان فهو مكون رائع يناعم ويرتب البشرة يجعلها كذلك بيضاء مشرقة بالإضافة إلى أنه يزيل كل التجاعيد التي تكون عليها مهما كانت التجاعيد إن شاء الله سوف تتخلصون منها يمكنكم أخذ الشوفان وطحنه في مطحنة كهربائية سنحتاج كذلك إلى صفار البيض فصفار البيض هو من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على تنقية البشرة وهو يعمل على تخليص البشرة من الشوائب الموجودة فيها بطريقة سهلة وسريعة وصحية كما أنه يغذي الخلايا الداخلية للبشرة ويخلصكم أيضا من جفاف البشرة ومن التشققات التي تظهر بالبشرة كما أن صفار البيض رائع جدا للتخلص من البقع الداكنة التي تظهر في أماكن مختلفة في الوجه لذلك أحبائي فصفار البيض له مفعول قوي في تقشير هذه البقع وتحديد وكذلك يعمل على تشديد الخلايا هو أيضا يخلص البشرة من الخطوط الدقيقة ومن التجاعد التي تظهر مع التقدم في السن ويجعل البشرة أكثر شبابا وندارا وبسبب كل هذه الخصائص التي سنستعملها في خلطة اليوم لتبيض البشرة وأيضا لشدها سوف نحصل على نتائج رائعة جدا وآخر مكون في خلطة اليوم سنحتاج إليه هو الحليب فالحليب هو من أبرز المواد الطبيعية التي تمنح الإشراقة والحيوية فهو غني بالمواد الغذائية والفيتامينات التي تعمل على مكافحة الشيخوخة والتخلص من التجاعد والخطوط بالوجه وأيضا يخفف من الخطوط والتصبغات والنذوب الحليب أيضا يعتبر علاج للبشرة الجافة يوحد لون البشرة يبيض بشرة الوجه ويعمل أيضا على تضييق مسامات البشرة لذلك هو مكون جد مهم في هذه الخلطة ولا يمكن تعويضه إذن الآن بعدما تعرفنا على مكونات الخلطة سنمر الآن لطريقة تحضيرها أول شيء سنأخذ هنا صفار أول شيء سوف نأخذ هنا صفار بيضة واحدة نضعها هكذا في إناء مناسب ثم بعد ذلك سنضيف تقريبا ملعقة صغيرة من مطحون الشوفان أو رأس يعني ملعقة صغيرة من الشوفان الذي قمنا بطحنه أو ما يسمى كذلك بالخرطال الشوفان أو الخرطال نضع هنا مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الشوفان نضيفها إلى صفار البيض هكذا مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الشوفان بعدها سنضيف كذلك رأس ملعقة صغيرة فقط بهذا الشكل من مطحون الكركم دائما الكركم من الأحسن شرائيه يعني عند العطارين على شكل أعود ثم تقومون بطحنه في البيت حتى يعني تحصلون على مطحون يكون رطب وناعم جدا بعدها سنضيف مقدار ملعقة صغيرة من الحليب السائل الكامل الدسم نضيف هنا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة فقط بهذا الشكل من الحليب السائل هكذا وسنقوم هنا بمزج وخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض إلى غاية ما تتجانس كل المكونات وتصبح الوصفة متجانسة كما تلاحظون ندمج المكونات جيدا ونحصل على خلطة تكون بهذا القوام بعد ذلك سنترك هذه الخلطة في التلاجة إلى أن تبرد تقريبا لمدة ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك سنقوم بتطبيقها على بشرة الوجه بحيث تكون بشرة الوجه دائما تكون نظيفة نقوم بتنظيف البشرة بماء فاتر حتى تتفتح لنا المسامات كما قلت من الأحسن يعني غسل البشرة بماء فاتر أو تقومون بأخذ فوطة مبللة بماء ساخن وتقومون بعصرها جيدا ثم ضعوها فوق بشرة الوجه حتى تتفتح المسامات بعدها خذوا من هذه الخلطة خذوا كمية منها ثم قوموا بتوزيعها وفردها على كامل بشرة الوجه وكذلك قوموا بتطبيقها حتى على بشرة الرقبة نترك خلطة تفتح الوجه وتبييد البشرة والتخلص كذلك من الكلف والتصبغات وتجعيد هذه تقريبا على بشرة الوجه والرقبة لمدة تتراوح بين العشرون إلى تلاتين دقيقة وبعد ذلك سنقوم بشطفها بالماء الدافئ ثم بعدها بالماء البارد تستعمل هذه الخلطة حبيبتي ثلاث مرات بالأسبوع وهي كما سبق وقلت صالحة هي لجميع أنواع البشرة بدون استثناء يعني صالحة كذلك حتى لدوات البشرة الحساسة فهي لا تسبب أي ضرر على الإطلاق يمكنكم أيضا أن تحتفظوا بباقي الخلطة بعلبة زجاجية محكمة الإغلاق تضعونها في التلاجة فيمكن لهذه الوصفة أن تدوم من أربع إلى خمسة أيام يعني دون أن تفسد وبعد مرور هذه المدة يعني بعد مرور الخمس إلى أربعة أيام على وضعها في التلاجة ممكن بعدها عمل خلطة أخرى بالنسبة لهذه الخلطة حبيبتي داوموا عليها لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل يعني ثلاثة أسابيع متتالية وسوف تلاحظون تجديد في بشرة الوجه فمن العادي جدا أن تتقشر البشرة بعد استعمالكم لهذه الوصفة لأن الوصفة هي تعمل على تجديد الخلايا والتخلص من البقع والتصبغات البقع الذاكنة كما أنها أيضا تعمل على تفتيح لون البشرة بامتياز الوصفة هي سهلة مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت أتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك أيضا مشاركة الوصفة مع الأصدقاء والمعارف حتى تتعم الفائدة إذا كان لديكم أي سؤال تريدون أي وصفة معينة لا تترددوا اتركوا لطلباتكم أسئلاتكم في التعليقات إن شاء الله سأجيبكم وألبي طلبكم بكل سرور إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء